سؤال من عند متابع قال لي عندي موتور هذي فورد ولا مازك فيه في بيتي سيكونت لاني احب نصلح ونخدم عملها ريفيزيون عندي كلاس ممسوح تقريبا حسن لا نسيت حتى الكومنتر الذي كتب ونسيته عموما مخ الهدرة يحب يخدم الموتور هذي ويحب يصلحه أخي هذا تنصحني ام لا ؟ شافيه هذه الموتور هذية كامل هذه الموالة تخسر عليها 5 ملاب دينار نحن في تونس يعني خمسة ألف دونارد تقريباً ألف وثلاثمائة أورو ولا حد كما هيك يعني ومشأ به ثلاث شهور تقريباً ثلاث شهور وجاء غيره لي وخلنا نرتاح لأنه قال لي ما ننجحش رغم اللي هو جاني وانصحت وانا قلت له ما تخدمش الموتور رغم ينجحش قال لي لا وقل له ينجح وكذا يعني إخسر عليه اللي إخسر وممشيش حتى خمسة شهور وجاء غيره ولهذا وليد عمي إذا كانك أنت تحكي يا حسما تحكي أنت ونعود نشوف الكومنتار ونزيد نقراه أن عندك أغلبية الحاجات كلها يعني مخروطة ومستعملة وكذا وتحب تنجح وينجح ما ينجحش رغم حتى ولو كانت عندك كل شيء صندار لأن قد تغيير كتابة مش أصلية من الدار رهي صعيب نجح العملية كيشنية تأخذ الخطاع الموجودة لأن الدار لا يبيع لك مثلا طوام عشي ميئة مثلا بيستوناتو أحدهم ولا بيبروكاة واحدة بيعلك نصف مطور فيه بيستوناتو أو بلوك فيه بيستوناتو أو في البروكاة فيه بيالة يعني حاجات يبيع فيها كاملة الحاسب على اعتقادة معنا شب الضبط وكلم يصحيح ولا لا إنما ننصحك أنا ودعمي هضومة الموتورات هضومة رهي لا ينجحوش ما غير ما تقلق روحك يعني بصفة عامة يعني نسبة للنجاح خمسين في المئة برشا يعلقوا علي يقولوا لي أنت ما تحبش لخلي الناس تخذ الموتورات وانت ما تشجعش لأخذ الموتورات لأننا هاو عندي كل شي بالدليل خاطر أنا عندي بالدليل برشا خدموا موتوراتهم وما ننجحوش ما ننجحوش برشا هاو كل هذا كيف كيف مرتديس هون كيف كيف ما ننجحوش تعاني إذا كان نقول الحقيقة لأنا ما نقولش أنا يجب أن نقول الحقيقة ولهذا يعني ننصحك لدعمي ما تدخل في الموضوع هضومة وإن شاء الله ربي بقي الستر بera اشتركوا في القناة